اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والجمهورية الايطالية الصديقة من علاقات متميزة والحرص المشترك على الدفع بها نحو مستويات اكثر اتساعا ونموا بما يسهم في تحقيق الاهداف والتطلعات المشتركة وفتح افاق جديدة تعود بالخير والنماء على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصة القضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس مناوق عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لدى لقاء سموه سعادة السيد اندريا كاتلانو سفير الجمهورية الايطالية لدى مملكة البحرين حيث سلم سموه رسالة خطية من معالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الايطالية الصديقة ونقل تحياتها لسموه فيما حمله سموه تحياته الى معالي رئيسة وزراء الجمهورية الايطالية وقد اشار سموه الى المستويات المتقدمة التي وصلت اليها العلاقات البحرينية الايطالية ومستويات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وهمية البناء على ما تحقق فيها بما يصب في تحقيق المصالح والاهداف المشتركة كما جرى خلال اللقاء استعراض السبل توطيل العلاقات التنائية واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية الى جانب مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك من جانبه عرب سعادة السفير الايطالي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام بتعزيز مسارات العلاقات التنائية بين البلدين الصديقين وتمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار